اشتركوا في القناة التي تجمع بين الشجاعة والمهارة والتي تتحدث فيها القيم العسكرية بروح التنافس والتفوق في ساحة المنافسة حيث تتلاقى الروح الرياضية مع تقاليد الشرف والفقر العسكرية وأنه لمن حسن الطالع أن تتواكب هذه البطولة مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء فكل عام ومصرنا الحبيبة في أمن وأمان واستقرار سيدة الرئيس يتيب لي أن أرفع لسيداتكم أسمى آيات الاحترام والتقدير معبراً عن عميق الإمتنان لتشريف سيداتكم اليوم على الرغم من التزاماتكم الجسام في إحدى القلاع الرياضية الحديثة التي أطلت علينا بجمهورياتنا الجديدة والذي يأتي تكسيداً لاهتمام سيداتكم الدائم بكافة الأنشطة الرياضية على مستوى الدولة بصفة عامة ورياضة الفلسية بصفة خاصة ومن منطلق قول الرسولنا الكريم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم الخيامة أصبحت الرياضة الفلسية جزء لا يتجزأ من طراثنا العسكري والثقافي فالجواد العربي المصري له طريق عريق ونقاءه فريد وشاهد على عمق الطراث والحضارة وتعتبر مصر من الدول الرائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة سيادة الرئيس لقد كان لسيادتكم دوراً بالغ الأهمية في دعم وتطوير الرياضة في مصر وخاصة رياضة الفلسية وتحت رعايتكم شهدت الجمهورية الجديدة إطلاق مشروعات ضخمة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز هذا المجال وبهدف ليس فقط المحافظة على هذا التراث العريق ولكن أيضاً لتعزيز مكانة مصر كمركزنا رائداً عالمياً في إنتاج وتربية الجواد العربي للمصر الأصيل ورياضة الفلسية ونحن الآن في نادي الفلسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وهي أحد أكبر المدن الأولمبية بقارة أفريقيا والعالم والمقام عليها البطولة العربية العسكرية للفلسية الحضور الكريم لقد كان التعاون بين القوات المسلحة ووزرات الشباب والرياضة والاتحاد المصري للفلسية والاتحاد العربي للرياضة العسكرية والدولي للفلسية وكافة الجهات المعنية بالدولة وتحت رعايتكم عنواناً وسبيلاً هدفه إحياء الطراث من خلال الاهتمام بالحسن العربي للمصري ورياضة الفلسية وفي إطار هذا التعاون سيتم تنفيذ بطولة دولية للناشئين وبطولة الجمهورية بجانب البطولة العسكرية للفلسية والتي تعد أكبر مشاركة لبطولة عربية عسكرية وفي الختام أتوجه بالشكر والعرفين للقيادة العامة للقوات المسلحة والأفرع الرئاسية والهيئات والإدارات على الدعم اللامحدود الذي تقدمه لتنمية هذا القطاع الحيوي سيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة إن جيش مصر كان ولا يزال الحصن المنيع والدرع والسيف الذي يحفظ للأمة قسيتها ومكانتها أقسم رجاله على الفداء وحمايتها من كل غادر لكي يستمر جيش مصر في الحفاظ على مكانته ولكن كانت توجهات سيدلكم السديدة خير عون لنا وفي النهاية اكرروا الشكر والتغضيل لسيداتكم على تشريفكم ورعايتكم للبطولة كما أكرر ترحيبي بوفود الدولة الشقيقة المشاركة والبطولة وتمنى لهم التغفيق في منافستهم وقامتهم في بلدهم الثاني مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته